فالدنيا أيام ولحظات دقات قلب المرء قائلة الله إن الحياة دقائق وثواني أهدي لك هذه الطريقة أهدي لك هذه الطريقة أكثر الناس يقول أبتوب عجزت أبا التزم عجزت أبا ادخل حلقة عجزت حاولت 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 سواء التزمت مرة أو مرتين أو ثلاثة وعشرين ألف مرة مدامك ما بتحاول وحاول حاول أنت بتموت وانت مضيع لهذا الدين العظيم يقول واحد يا أبا عجز والله مليت وتعبته فعلا ترى الثنوب المعاصي تراهته هنا بالآدم تتعب بالآدم نفسيا وتتعبه جسديا والله الثنوب المعاصي تتعبه جسديا مو بس نفسيا جسديا كذلك أخوان لأن الله سبحانه تعالى قلو من أعرض عن ذكري فإن لو معيشة ضنكة بنحشره يوم القيامة أعمى الطريقة يا أخ الغالي أبي من عمرك سواء عمرك خمسطاعش ستاعش سببطاعش ثمانطاعش ثمانطاعش عشرين ثلاثين إلى آخر آخر حد من عمرك أربع وعشرين ساعة من وقتك فقط تبت تقول كيف؟ يعني واشوية يا أخوان يوم أبي يوم من حياتك فقط ثلاثمئة وستين ساعة ثلاثمئة وستين يوم هذه السلامة الكامل ما بكلها أبي يوم أبي أربع وشينين ساعة بس إذا منجحت الطريقة أنا رايح أعلن جوادك إذا منجحت الطريقة أرسل رسالك أبو عبدئيز منجحت الطريقة وإذا انجحت الطريقة تكفى وأسألك بالله بشرني لني والله من الناس اللي أرتاح وبشركم أكثر من ثلاث وثمانين واحد اللي أرسلوا قالوا نجحت واستقمنا من فضل الله جل وعلا من فضل الواحد التي وهذا ترى فضل من الله سبحانه وتعالى ترى لو فضل أبو عبدئيز ولا أبو حنان ولا أبو خاد ولا غيره ترى هذا فضل من الله سبحانه وتعالى إنما هي طريقة وسبل والنتيجة عند الله إذا نجحت أرسل رسالة ولو تتصل قل نجحت وإذا ما نجحت الطريقة ما نجحت أربع وعشرين ساعة فقط ما أبيك تسمح الأغاني أربع وعشرين ساعة ما أبيك تسمح أغاني حتى في جوالك حاول تغير النغمة وتحطها نغمها دي في سيارتك خذ الأغاني وكيسهم حطاً عن جب ما أقولك كسل لا أقولك حطاً عن جب أنا أقولك الأغاني حرام ولكن لا أنا أتنازل بهالطريقة هذه تخلي الأغاني عن جب سكّل الأغاني حتى لو تركب مع واحد قل رجاعاً لا تشغل الأغاني أنا والله بطبك أربع وعشرين ساعة يقولك تطوعت التزمت؟ قل لا ها تبت قل أبو عبد عيزي فيش الطريقة هذه قل لا ما انتزمت ولا تطوعت عشان يشوف بعض الناس إذا انتزمت وش يقول انتزمت تطوّر قل لا ما انتزمت ولكن فيه طريقة يقول أنا انطوعة بجربها والله أبو عبد عيزي يقول طريقة أنا بجربها بشوف اني انجحت الحمد لله ما انجحت زم يقول مااني خسراً شيء لا أنا غالي يخسر مهما كان هاي أخوان معي يكون الطريقة هذه أربع وعشرين ساعة لا تسمع أغاني حتى تدخل بالبيت تشوف فيه موسيقى سو كذا أرجع صد أرجع ما بيك تسمع مالله تبي تكون صعبة يا اخواني يا اخواني بسألكم سؤال بسألكم سؤال صعبة من عمري أربع وعشرين ساعة ولا صعبة أدخل النار إلى بثله وإلى غيره من هالكلام أربع وعشرين ساعة ما نبيك تسمع أغاني لا بالجوال حتى مع أخيك تركب السيارة قال الله يرحم والديك حتى لو يشارك بعد فيه الموضوع جيد قال الله يرحم والديك اليوم ما نبي نسمع أغاني مالوح لا شريط ولا جوال ولا مقطع ولا مكان حتى لو تروح المقرى يشغلوا الأغاني ما أبي أبي أذرك تصفي من الأغاني أربع وعشرين ساعة لا تسمع أغاني أو بسيطة مالله إذا ما تغير يومك بعد الأربع وعشرين ساعة يا شيخ ما أكون أبرد تحسس قسم بالله أرفع شوي خلال الشراب يشوفون أقول يا أخوان قسما بالله أقسم بالله وترقص العظيم إذا ما غبط يومك وإذا ما ارتحت نفسيتك وإذا ما سرت شئيتك يقول الإستقامة ربما تعلن الإستقامة ما يقول ابو عبد العزيز جلب نصيحة جلب ثلاثة وثمانين واحد يتصلون يقول أعلن الإنتزام والله واحد يا أخوان تعرفون ماذا يقول؟ يقول ابو عبد العزيز ثمانية وعشرين سنة ما ركعت للمعركة هذا من ضمن اللي طبقوا الطريقة هذه ثمانية وعشرين سنة يا ابو عبد العزيز يقول ثمانية وعشرين سنة يقول الله يا ابو عبد العزيز ما ركعت لله ركعة طيب يستخرب واحد يقول ابو عبد عز ليش خصصت الأغاني وش السبب؟ طيب يمكن لنا متعلق أقول ابو يقول صراحة في الزنا أعزكم الله وأجلكم أو في اللواط وغيره أجلكم الله من هذه ذوم ليش خصصت الأغاني يا أخوان الأغاني ما تضرب في القلب الدخان وين يضرب الدخان؟ بل فنب الرئاء صح؟ لو تلاحظ الأبر المخدر بل جسم بالدم صح؟ لو تشرب شراب والخمر وأسأل الله جل وعلا أن لا يبتل كل مسلم لهذا الأمر لو تشرب شراب والخمر وين يروح يروح بالبطل صح؟ ولكن الأغاني تنفذ في القلب الداخل يا أخوان الأغاني سبحان الله يقول ابن القيم مزمار الشيطان ونفاق نفاق بل بريد الزنا بريد الزنا هي اللي ترسل للقلب جلب وشف إذا ما نجحت الطريقة وأبشركم ثلاثة وثمانين من ضمنه واحد ثمانية وعشرين سنة ما ركع للنه ركعة وواحد منهم يا أخوان تعلموا شي يقول يقول ابو عبد عيزة أبشرك الآن التزمت أمي بكت من التزامي بكت وكام الله بيعلم قلت ليش؟ أنا استخدتي وقال أمي بكت يعني أنا استخدتي قلت ليش؟ قل ليني أبو عبد العزو يبدأ يا أخوان يصيح قلت ليش؟ قال ياك كم مرة أصبقتم يكف أمي بكت فيه فيه ناس تستغربوني أخوان فيه ناس أنا جالس مع واحد بالسجن قاتل أمه يبكي يقول كذا يا الله ما أنا مصور أمي يقول ما أنا متصور أنا قتلت أمي أنا القاتل يقول كذا قاتل أمه هل mily على البحث نعم اشتركوا في القناة